كل ده بطبيعي جداً كان يخلي إن مصر بتتأثر بهذا الموضوع زيها زي كل حتة في العالم ولكن يمكن إحنا عشان كده أنا بأكد إن إحنا بالفعل إحنا فيه تأثر بسبب هذه الأزمة الكبيرة شأننا شأن باقي دول العالم ولكن ليه؟ لإن إحنا 35% من التضخم اللي بيحصل في مصر مستورد من الخارج يعني أي تضخم بيحصل نبقى عارفين إن 35% منه بسبب اللي بيحصل لنا من الخارج ولكن لما جاء قارن وعشان بس يمكن أنا عارف وإحنا مدركين تماماً الشكوى اللي ابتدى المواطنين يكلموا فيها بسبب زيادة وغلاء بعض الأسعار لكن خلينا نتكلم إن إحنا نعي تماماً هذا وندرك والحكومة يمكن من أول لحظة من أول لحظة بأن هذه الأزمة ومن قبلها من بدء موجب التضخم اللي كانت موجودة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كنا بالفعل إحنا كدولة وكحكومة بنشتغل على مدار الساعة إن الدولة هي تحاول إنها تمتص أكبر قدر ممكن من التأثير السلبي لموجات التضخم وخلينا أقولها بمنتهى الأمانة والشفافية للمواطنين دول كثيرة أخرى بتحمل الزيادات دي كلها مباشرة على المستهلك وعلى المواطن وعشان كده يمكن بس أدي مثل إن سعر البترول زاد 100% في دول أوروبا في خلال الـ 14 يوم لإن يمكن سياسات الدول دي إنها بتحمل أي زيادة في أي أسعار لأي سلع على المواطن مباشرة إنما إحنا نعي تماماً إن ظروف مصر مختلفة عن الدول دي وبالتالي دائماً بنحاول نراعي البعد الاجتماعي وعشان كده كان دايماً تنسيقاتي مع وزرائي في المجموعة الاقتصادية وعلى الأخص مع علي وزير المالية إزاي إن إحنا نستوعب بأكبر قدر ممكن للأثار التضخمية إحنا كدولة ويبقى بنحمل المواطن جزء يسير من هذا الموضوع ودي سياستنا كحكومة وحتفضل هي دي اللي موجودة إذا طول ما إحنا قادرين والدولة قادرة إن شاء الله إنها تستوعب بأكبر قدر ممكن في ضوء الموازنة اللي موجودة وفي ضوء الاحتياطيات إحنا بنحاول نشيل عن المواطن عبق هذه الأثار لكن هيحصل زيادات بالتأكيد حتحصل زيادات ولكن هي الفكرة كلها نسبها قد إيه في مقابل الزيادة الفعلية اللي بتحصل في العالم واللي جاي على الدولة المصرية يعني قدي مثل بس فقط إحنا عشان نبقى عارفين سعر الدقيق الناس بتشتكي قبل الأزمة كان زاد 9% لكن بعد الأزمة زاد 17 لكن بره زاد 48% مرة واحدة فإحنا ما زلنا حتى مع الزيادات اللي موجودة إحنا أقل تقريبا بالنص للزيادات اللي حصلت على مستوى العالم نفس الكلام بيحصل في الزيت وفي السكر إحنا ما زلنا كدولة مصرية ما زالت الزيادات اللي بتحصل سواء 10% بالنسبة للزيت ما زال اللي حصل بره 32% فإحنا الأرقام اللي إحنا بنحاول بقدر الإمكان وده اللي إحنا بنقوله ويمكن زملاء الوزراء حيتكلموا عليه بالتفصيل إحنا بنحاول كدولة وكحكومة في دوق الإمكانيات والقدرات نستوعب جزء كبير من التضخم علينا في موازنتنا ويبقى فيه جزء على المواطن بعد كده